بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين أنا الدكتور محمد أبو الطيب التقيكم في سلسلة أسئلة الطاقة الشمسية وردني سؤال هل يشترد دائما أن توجه الألواح الشمسية باتجاه الجنوب؟ هل يمكن أن تتجه باتجاه آخر غير تجاه الجنوب؟ ولماذا يجب أن تكون باتجاه الجنوب دوما؟ الإجابة عن هذا السؤال ببساطة تتعلق بطبيعة مسار الظاهري للشمس اللي يشوفه في نصف الكرة الشمالي لو شوفون أمامكم في هذا الشكل هذا تجاه الشمال وهذا تجاه الجنوب وطبعا الشرق والغرب المسار الظاهري لقرص الشمس في قبة السماء هو اللي تشوفوه أمامكم ظاهر في صيف تكون الشمس في أعلى زواياها ويكون هذا هو المدار الظاهري لها تنخفض الشمس كلما اتجهنا نحو الشتاء حيث يكون في الشتاء لها أقل ارتفاع في كبد السماء ويكون مسارها بهذا الشكل طبعا الزوايا والأرقام اللي إذا شوفوهنا تخص تقرير أنا مقتبس مني الشكل ولكل منطقة من مناطقنا لها قيم زوايا ارتفاع الشمس ومساراتها مختلفة بين منطقة وأخرى لذلك أرجو أنه ميتم أخذ هذه الأرقام كأرقام نهائية لأي مسار احنا توضيح آخر يوضحنا كيف يرى الناظر باتجاه الجنوب حركة قرص الشمس الظاهرية في السماء في الصيف يكون هذا هو مسار القرص الشمس الظاهري وينخفض كلما اتجهنا باتجاه الشتاء والمدار المخفض يمثل مدار الشمس في الشتاء ولو أردنا أن نرسم هذه المدارات على ورقف فسيكون لنا شكل الظاهر في يمين الصورة المسار الأعلى طبعا هو للصيف والمسار المتوسط هو للربيع والخريف والمسار الأدنى هو للشتاء كل منطقة من مناطقنا في نصف الكرة الشمالي بغض النظر عن قيم الزوايا وقيم التوقيتات والساعات مدارات الشمس الظاهرية هي هذه وهذه هي صورة توضح سان شارت حقيقي لمدينة سان فرانسيسكو ويمكن ملاحظة تغير ارتفاع الشمس لكل ساعة بين فصلي الصيف والشتاء وهذه صورة ملتقطة توضح المسار الظاهري لقرص الشمس في الشتاء بديوا شوفوا أمامكم ومسارها في الصيف وطبعا المسار المتوسط هو للفصلي الخريف والربيع وهذا شكل آخر يوضح مصاقط المسار الظاهري للشمس الصيف والشتاء مثل هذه الأشكال مألوفة لدى الناس اللي يعملون على شدة الشعاع الشمسي في مناطق مختلفة الآن حتى ننصب اللوح الشمسي يجب أن نحدد زاوية الأزمث اللي هي الزاوية عن الجنوب وزاوية الألتوتيوت اللي هي زاوية ارتفاع قصة الشمس هذه الزاويتين نتحدد أنها زاوية نصب اللوح الشمسي في الغالب نضع الأزمث صفر ونختار الالتوتيوت بشكل مقارب إلى خط عرض المنطقة اللي نسكن بيها أو المنطقة اللي مراد نصب المنظومة فيها مع اختلاف زايد ناقص 15 درجة بحسب فصلية الشتاء والصيف بشكل عام شدة الشعاع الشمسي اللي نحصل عليها هي هاي طبعا هذه تختلف من منطقة الى اخرى ومن فصل الى اخرى لكن بشكل عام نحصل على قاوسن ديستروبيوشن بهذا الشكل هي مثلنا شدة الشعاع الشمسي لو اردنا ان ننصب اللوح الشمسي السؤال اللي يجي على بالنا متى نرغب بالحصول على اعلى قيمة من انتاجية هذا اللوح الشمسي اذا وضعنا اللوح الشمسي بشكل مقابل تماما الى الجنوب فرح نحصل على انتاجية في هذه المنطقة يكون على ما يمكن وهذه هي المألوفة في اغلب عمليات نصب للواح الشمسي بينما سنحصل انتاجية مخفضة في منطقة ما بعد الشروق وانتاجية مخفضة في منطقة ما قبل الغروح ونحصل الانتاجية العظمى تكون في هذه المنطقة طبعا المنطقة المواجهة للشمال ينعدم فيها انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام اللوح الشمسي لو اردنا ان تكون اعظم انتاجية اللوح الشمسي لفترة ما بعد الظاهرة مثلا لو اردنا ان تكون اعظم قيمة لانتاجية الطاقة من قبل اللوح الشمسي ساعة ثنتين الظهر أو ساعة ثلاثة الظهر. فعلينا حرف الالواحي الشمسية باتجاه الغرب قليلا. ومقدار هذا الانحراف يعتمد على عدد الساعات اللي يريد يكون به الانتاج عظمه يمكن نسبة إلى ساعة ثلاثة الظهر. بينما لو أردنا أن يكون على الانتاجية هي لساعات ما قبل الظهر وصولا إلى ساعات الظهيرة الأولى فهنا رح يكون عندنا انحراف الالواحي الشمسية باتجاه الشرق قليلا. وهذا يناسب الواحي الشمسية المنصوبة في دوار ومؤسسات الدولة. مثل ما تعرفون أغلب مؤسسات الدولة الدوار ما بين ساعة تسعة إلى ساعة ثلاثة الظهر. فقمة انتاجية المطلوبة هي ساعة دعش أو ساعة عشر ونص. فهنا يكون من مصلحتي أن أحرف الواحي الشمسية قليلا باتجاه الشرق. حتى يكون أقصى انتاجية إلى ساعة دعش ونص مثلا أو ساعة دعش. وتنخفض انتاجية وصولنا إلى ساعة ثلاثة أو ساعة ثلاثة اللي هي ساعات انتهاء الدوار في هذه الدوار. الصورة اللي أنا خلتها أساسا هي من تقرير منشور. المجمع مائل بزاوية عن الجنوب فلذلك مثل ما تشوفون تم نصب الألواحي الشمسية مائلة قليلا إلى الجنوب. ولأنه المجمع السكني فطبعا من مصلحتي أنه مائل زاوية أكثر باتجاه الجنوب. لأنه حتى حصل على ذروة الطاقة من ساعة ثلاثة أو ساعة أربعة مثلا. اللي هي فترة رجوع الموظفين إلى بيوتهم وحاجتهم لطاقة كارباي. أي سؤال أو استفسار أنا حاضر أجاوبكم عليه من خلال صفحتي في الفيسبوك اللي تشوفوه أمانكم. وهذا اللوغو اللي تشوفوه في أسف اليمين الفيديوهات اللي يعرضها لليوتيوب بإمكانكم عند الضغط عليه الاشتراك المجاني في قناتي. حتى تصلكم آخر فيديوهات. شكرا لكم واتمنى لكم يوم سعيد.